ومن رمال الله ينضم إلينا السيد محمد دراغم الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد مرحبا بك يعني حسب ما فهمنا مركزية فتح تتحدث عن حكومة فصائلية وعلى خلفية كل المقاطعات يعني الجبهة الديمقراطية كذلك الشعبية الجهاد وربما المبادرة فعن أي حكومة فصائلية نتحدث هنا أعتقد أنها ستكون حكومة حركة فتح بالدرجة الأولى مع عدد من المستقلين وعدد من الفصائل الحليفة لن تكون شاملة لجميع فصائل منظمة التحرير الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب فدى يطالبون بحكومة وفاق وطني شاملة مع حركة حماس والجهاد الإسلامي بمهمتين وإنهاء الانقسام والذهب الانتخابات لذلك لن يدخلوا كما أعلنوا لكن لهذا السبب أعتقد أنها ستكون بالدرجة الأولى حكومة حركة فتح مع عدد من المستقلين مع عدد من الفصائل الحليفة الصغيرة غالبا المعروفة دائما بولاها لحركة فتح لذلك هذه هي عادة بناء للنظام السياسي بقيادة حركة فتح وقطع العلاقة وقطع كل العلاقة السابقة مع حركة حماس لأن المصالحة وصلت إلى طريق مزدود طيب وضع قطاع غزة في هذه الحكومة كيف نتوقع سيد رغمة؟ الحقيقة أننا سنعود الآن إلى إدارتين إدارة في الضفة الغربية بقيادة حركة فتح الحكومة والنظام السياسي بأكمله وفي غزة الآن حركة حماس تدرس إعادة إحياء اللجنة الإدارية التي ستدير قطاع غزة وإعادة إحياء اللجنة بتفويض من كتلة حماس البرلمانية التي يطلقون عليها اسم المجلس التشريعي الذي حله الرئيس لكن حماس من تمسك به أننا سنعود الآن إلى تعميق الإنكسام وسننتقل من الإنكسام إلى الانفصال لكن الحكومة ستواصل أعتقد هنا بعض مسؤولياتها في مجال الصحة والتعليم والخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفية بذكرك الحكومة سيد محمد الحكومة الفلسطينية بقيادة الحمد الله أو برئاسة الحمد الله أخفقت في الكثير من الملفات الشعبية هل بخروج الحمد الله من هذه الحكومة انتهت هذه الإخفاقات هل ستبدأ صفحة جديدة بحكومة جديدة أماذا نتوقع أعتقد أنه لن يكون هناك تغيير في المنهج سيكون هناك تغيير في الوجوه كانت لدينا حكومة قبل حكومة الحمد الله وجاءت حكومة الحمد الله وستذهب هذه الحكومة التغيير لا يوجد تغيير استراتيجي تغيير في الرؤية ولا تغيير في البرنامج يوجد تغيير فقط في الشخص حكومة الحمد الله واصلت عملها من عام 2013 إلى الآن ومع الوقت ترهلت وهناك حاجة ترى فتح بأن هناك حاجة لتغييرها لذلك التغيير سيكون في الوجوه لكن من حيث الجوهر ستبقى السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح وفق نفس المنهج ونفس الرؤية ونفس طريقة الإدارة لن يترى أي تغيير باعتقادي على جوهر أداها للحكومة إذا كان التغيير في الشخص أو في الوجوه سيد محمد ما الذي سيتغير يعني هل الشارع الفلسطيني على علم بهذا التغيير السوري؟ الحقيقة أن الشارع الفلسطيني لا يبدي كثير من الاهتمام بالتغيير لأنه لن يأتي عبر الانتخابات الشارع يحلم بانتخابات يختار فيها برلمان والبرلمان يختار حكومة والبرلمان يحاسب لكن كل هذا خلفنا بسبب الانقسام لذلك لهذه الأسباب الشارع لا يبدي اهتماما لأن كل التغييرات في الحكومات السابقة والتعديلات الحكومية كانت شكلية لا يوجد تغيير جوهري ولذلك الشارع لا يبدي اهتماما لافتا بهذا التغيير والتوقعات محدودة لا يوجد توقعات عالية من التغيير الحكومي القادم شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات سيد محمد راغم الكاتب والمحلل السياسي حدثنا مباشرة من رمالله